حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداحي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء بأن يرمو يوما ويدعو يوما حدثنا عبدالرحمن حدثنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداحي بن عاصمي بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الأبل في البيت تتعن منن يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء ويء من بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر حدثنا عبدالرزاق حدثنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداحي بن عاصمي بن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الأبل في البيت تتعن يرمو يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر حدثنا محمد بن بكر وروح حدثنا أبن جريج أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمدي بن عمر عن أبيه عن أبي البداحي عن عاصمي بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغداء ترجمة نانسي قنقر